بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس من دروس الإثرائية التي كنا قد بدأنا بها في الدرس الماضي وما قبل الماضي كنا نتحدثنا عن دروس الإثرائية عن الوحدة الأولى واليوم نستكمل أيضا الدروس الإثرائية عن الوحدة الثانية وشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثانية نوادر وقيم وحدة نوادر وقيم وحدة بعنوان نوادر وقيم في البداية كنا قد أخذنا في هذه الوحدة مدخل الوحدة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة الدرس من ضمن المدخل الفهم القراءة الفهم القراءة الصدقة والكوب الصدقة والكوب وهذا أيضا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول ومشاهدة الدرس الصدقة والكوب اشتهر أحد الأغنياء في مدينته بالكرم الشديد خاصة مع الفقراء والمساكين وكان ذا مال وفير ولكن كانت له عادتان سيئتان فقد كان يتفاخر على المساكين وهو يعطيهم الصدقات فإذا طلب منه أحدهم درهما كان يقول له بصوت عال أمام الناس درهم واحد أنا لا أعطي أحدا درهما فقط خذ هذه عشرة دراهم وكان أيضا يمن على الفقراء بعد أن يعطيهم الصدقات فمثلا إذا مر على فقير كان قد أعطاه صدقة يقول له أمام الناس ماذا فعلت أيها الرجل بالمال الذي أعطيته لك هل حللت مشاكلك به ولذلك كان الفقراء يكرهونه رغم أنه يتصدق عليهم وكانوا يتمنون لو يكف عن هذه العادة السيئة ولكنه لم يعدل عنها بل استمر يتباهى أمام الناس بما يملك بما يعطي الفقراء والمساكين من أموال فقرر أحد الظرفاء أن يلقن هذا الغني درسا لا ينساه أبدا ويعلمه أن ما يفعله ليس صحيحا بل يعد خطأا كبيرا سوف يضيع ثوابه جلس هذا الظريف ذات يوم في الطريق الذي يمر منه الغني وارتدى كساء باليا ووضع أمامه كوبا صغيرا فارغا وأخفى جزءا منه في التراب انتظر الظريف وقتا يسيرا وعندما مر الغني أمامه قال له يا أخ العرب هل يمكن أن تضع لي درهما في هذا الكوب فضحك الغني وقال متفاخرا بملء فيه كعادته درهم لا أيها الفقير سوف يملأ وياك هذا الكوب بالدراهم ونادى على خادمه أبي ثابت وأمره أن يملأ الكوب بالدراهم فظل الخادم يضع درهما وراء آخر حتى وضع مئة درهم ولكن الكوب لم يمتلع ثم أمسك كيس الدراهم وأفرغه كله في الكوب دون فائدة فقال له الضريف الكوب لم يمتلع يا سيدي فأجابه الغني وأنا أموالي نفدت فقال الضريف هل تعلم لماذا؟ ثم رفع الضريف الكوب فوجده الغني مثقوبا من أسفله وقد حفرت تحته حفرة عميقة حفرة عميقة ثم قال الضريف لقد ابتلعت هذه الحفرة كل أموالك كذلك التباهي والتفاخر لن ينفعك وسيبتلع أجرك وثوابك ثم ردى إليه أمواله وحينئذ فهم الغني الدرس فرأى هدى وضياء في ذلك الموقف وتذكر قوله تعالى عذب الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك رواه أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم هذا النص الصدقة والكوب بإمكانك إعادة القراءة والنظر إليه إضاءة الفرق بين معنى كلمتي نفدى ونفذى نفدى ونفذى نفدى أي فنية نفدى بمعنى فنية لم يبقى منه شيء وانتهى نفدى بمعنى حقق ونقول نفدى حقق إذن نفدى فنية ونفدى حقق سمات العنوان الجيد الإثارة كذلك الوضوح والصدق والإيجاز والتعبير عن مضمون النص والتعبير عن مضمون النص وهذا أيضا ما سبق أخذه في هذه الوحدة أعلم أن أن الاستفهام أحيانا يخرج عن غرضه الأصلي حيث أن يكون الاستفهام ثم يخرج هذا الاستفهام عن غرضه الأصلي إلى أغراض بلاغية أخرى مثل التمني التعجب التحسر الإنكار التوبيخ والتقرير والتأكيد والتشويق كما تعرف أن الاستفهام هو طلب الإجابة أو استفهام عن شيء في معنى طلب إجابة لكن قد يخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض بلاغية كالتمني والتعجب والتحسر والإنكار والتوبيخ والتقرير والتأكيد والتشويق والتمني مثل قوله قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا هنا استفهام خرج إلى غرض التمني التعجب قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هنا أيضا خرج إلى غرض التعجب التحسر قال تعالى ما لهذا الكتاب لا يوادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هنا أيضا خرج إلى غرض التعجب كذلك الإنكار قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم التوبيخ قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم والتقرير والتأكيد قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والتشويق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إذن هنا أن الاستفهام يخرج من غرضه الأصلي إلى أغراض بلاغية أخرى من ضمن الدروس التي تحدثنا عنها أيضا في هذه الوحدة استراتيجية قراءة استراتيجية قراءة والقراءة المتعمقة القراءة المتعمقة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول أيضا لمشاهدة الدرس القراءة المتعمقة لاحظ الخطوة الأسأل الخطوة الثانية كنا قد ذكرنا في الوحدة السابقة الخطوة الأولى في استراتيجية قراءة المتعمقة التي هي استطلع أستطلع ثم أسأل ثم أقرأ ثم أجب ثم راجع وهذه هي خمس خطوات استراتيجية قراءة متعمقة خطوة الثانية من خطوات القراءة المتعمقة من استراتيجية قراءة المتعمقة يسأل خطوة الثانية من هذه الخطوات والأسئلة هي لتحويل الفكرة الرئيسة في الفقرة إلى سؤالين أو أكثر ثم كتابة السؤال على الهامش بعد القراءة بإمكانك تعديل السؤال إن كان لا يعبر عن الفكرة الرئيسة أيضا من ضمن الموضوعات التي تحدثنا عنها في هذه الوحدة جحى والوليمة نص جحى والوليمة وهذا أيضا رابط الدرس الرقمي بإمكانك الدخول وقراءة الدرس دعي جحى يوما إلى وليمة فارتدى رداء عتيق ووضع على رأسه عمامة بالية وتهيأ للخروج ولما رأته زوجته صاحت به لائمة خروجه بهذه الهيئة الزرية فرد عليها إن الناس يحترمونه لشخصه لا لملابسه ثم حمل عصاه وركب حماره وانطلق إلى الوليمة دخل جحى المجلس فلم يجد من ينهض للقائه أو يرحب به فجلس حيث وجد مكانا وأخذ يحدث نفسه بأن صاحب الوليمة لم يتنبه إلى وجوده وبعد قليل دعا صاحب الوليمة ضيوفه إلى تناول الطعام فقام الناس ومعهم جحى وجلسوا على المائدة فجلس معهم من غير أن يهتم به أحد عند ذلك أسرع جحى عائدا إلى البيت وخلع عنه رداءه الأتيق وارتدى آخر جديدا أنيقا وأسرع عائدا إلى الوليمة فلما وصل استقبله القوم بالترحاب وجلس إلى المائدة فملأ صحنه بألوان الطعام ثم أرخى رداءه في الصحن وقال كل يا ردائي من هذا الدجاج المحمر والسمك المبهر فصاح الحاضرون في دهشة من هذا التصرف فرد عليهم بأن التقدير كان لردائه لذا فهو أحق بالطعام منه أيضا من ضمن الدروس التي تحدثنا عنها في هذه الوحدة الدروس اللغوية الدروس اللغوية وفيها الرسم الإملائي الرسم الإملائي هذا هو أيضا رابط الدرس الرقمي بإكانك الدخول ومشاهدة الدرس الرسم الإملائي الرسم الإملائي كنت قد أخذت في هذه الوحدة رسم الكلمات المنونة تنوين نصب رسم الكلمات المنونة تنوين نصب لاحظوا معي هنا في التهيئة في رسم الكلمات المنونة تنوين نصب أتأمل الشكل الآتي ثم أجيب وفق المطلوب التنوين بداية هو نون ساكنة التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الأسماء المعربة تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب نطقا تنوين الضم مرى رجل بأبي بكر الصديق تنوين الفتح دعي جحى يوما إلى وليمة تنوين الكسر كان ذا مال وفير تنوين الضم ضمتان تنوين الفتح فتحتان وتنوين الكسر كسرتان كما عرفت مرى رجل بأبي بكر الصديق رجل هنا تنوين الضم تنوين الفتح دعي جحى يوما يوما هنا تنوين الفتح تنوين الكسر كان ذا مال مال هنا تنوين الكسر وهي نون ساكنة كما عرفت تلحق آخر الأسماء المعروة تنطق ولا تكتب التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا وليس كتابة مثل علم هنا تنوين بينما النون الأصلية هي حرف هي حرف أصلي هي حرف أصلي في بنية الكلمة ينطق ويكتب مثل كان هنا نون أصلية فالنون هنا في كان نون أصلية هي حرف ينطق ويكتب أما التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الأسماء نطقا وليس كتابة نطقا وليس كتابة قل علم هنا نون لكنها فقط تكون في النطق وليس فيه في الكتابة أيضا في تكملة الرسم الإملائي أو في الدروس اللغوية في رسم الكلمات منونة تنوين نصب هنا في حروف الانفصال في إضاءة هي الحروف التي لا تتصل بما بعدها وهي الحروف الستة وهي الحروف الستة الآتية طبعا الألف والدال والذاء والراء والزاء والواو وهذه حروف تسمى حروف الانفصال تسمى حروف الانفصال معنى أن في الكتابة لا تتصل بما بعدها لا يأتي حرف متصل بعدها هنا تكتب آلف التنوين أن آلف التنوين نصب في الإسم المنتهي بحرف صحيح الآلف متى تكتب ومتى لا تكتب آلف تنوين نصب كما عرفت تكتب فيه الإسم المنتهي بحرف صحيح غير الهمزة التي فوق الالف والتاء المربوطة إذن إذا كان هناك همزة في آخر الاسم أو كانت تاء مربوطة طبعا همزة فوق الألف أو تاء مربوطة هنا لا تكتب فيه الآلف التنوين أيضا المنتهي بهمزة متطرفة قبلها حرف ساكل أيضا إن كان هناك الاسم منتهي بهمزة متطرفة حرف ساكل إذن إذا انتهى الاسم بحرف صحيح أو انتهى بهمزة مصطرفة قبلها حرف ساكن هنا تكتب الهمزة أو الألف التنوين النصب عفوا بشرط لا تكون غير الهمزة التي فوق الألف والتاء المربوطة ولا تكتب ألف التنوين النصب في الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف بتاء مربوطة بالألف مقصورة بهمزة فوق الألف إذن يكتب ألف التنوين إذا انتهى الاسم بحرف صحيح أو بهمزة مصطرفة قبلها حرف ساكن ولا تكتب ألف التنوين النصب في الإسم المنتهي بهمزة قبلها ألف ولا بتاء مربوطة ولا بألف مخصورة ولا بهمزة فوق الألف ولا بهمزة فوق الألف إذن في هذه المواضع لا تكتب ألف تنوين النصب في أربعة مواضع ما بقيت المواضع فتكتب فيها ألف تنوين النصب استفيد من لاحظ القراء القراء هو طعام الضيوف والخرس هو طعام الولادة والوليمة هي طعام العرس والمأدبة هي طعام الدعوة إذن هنا لاحظ هذه الكلمات والمعاني هي معاني الأطعمة المقدمة عند العرب هنا القرى هو طعام الضيوف والخرس هو طعام الولادة والوليمة طعام العرس والمأدبة هو طعام الدعوة هو طعام الدعوة جميل أيضا من ضمن الدروس التي كنا قد أخذناها في هذه الوحدة هو الرسم الكتابي هو الرسم الكتابي رسم حرفي الفا والقاف منفردين ومتصلين بخط الرقعة كيف ترسم حرفي الفا والقاف منفردين ومتصلين بخط الرقعة هذا هو رابط الدرس أيضا الرقمي بإمكانك الدخول ومشاهدة الدرس لاحظ هنا في أكتشف بجواري الحرفين الناتجين عن تركيب كل جزئين مضللين مما يأتي لاحظ هنا الرأس الواو وعنقه في كتابة وهنا جسم الباء جسم الباء رأس الواو والعنق هنا جسم الباء وينتج عنها كما عرفت في الموضوع الذي يتحدث عنه هو حرف الفا وأيضا هنا رأس الفا وجسمه وجسم النون وجسم النون هنا ينتج عنه حرف القاف ينتج عنه حرف حرف القاف أعلم أن حرف الفا في خط النسخ حرف الفا في خط النسخ يتكوم أجزاء ذاتها ولكن رأسها مستديرة مفرغة كالواو رأسها مستديرة مفرغة كالواو لاحظ هنا حرف الفا رأس مستديرة مفرغة ثم جسم الفا هذا في خط النسخ كذلك تتصل بما بعدها أو قبلها أو تأتي متطرفة كما هي في الرقعة فلاحظ هنا تأتي متصلة بحرف بعدها أو تأتي متصلة بحرف قبلها هنا النون مع الفا أو حرف سابق أو تأتي متطرفة كما في خط الرقعة تأتي متطرفة معنى جسم الفا كما في خط الرقعة يكتب على سطر ولا ينزل ولا يكون فيه تقويس أقرب إلى القاف حرف القاف في خط النسخ يتكون من أجزاء ذاته وينزل جسم النون وقصود به جسم القاف يعني جسم القاف كجسم النون كما عرفت فحرف القاف ينزل جسم النون تحت السطر وترسم النقطتان متجاورتين هنا في فوق القاف ويتفق في البدء والوسط مع الفاء ويرسم في النهاية كالمنفرد هنا في البدء والوسط يتفق مع الفاء يعني كتابت حرف القاف في البدء وفي الوسط مثله مثل الفاء ويرسم في النهاية كالمنفرد يرسم في النهاية كالمنفرد إذن هذا هو حرف القاف في خط النسخ وحرف أيضا الفاء في خط النسخ الفاء والقاف عرفت أنت كيف أن يكتب في خط الرقعة كيف أنه جسم الواو أو رأس وعنق الواو وجسم الباء هذا في الفاء رأس وعنق الفاء وجسم النون هذا في القاف رأس وعنق الواو وجسم الباء هذا في الفاء ورأس وعنق الفاء وجسم النون هذا في القاف في رسم حرف القاف لاحظ هنا كيف أن تأتي بنقطة فوق الرأس بمرقمة واحد اثنان ثلاثة ثم الجسم يأتي بعدها وكذلك هنا القاف هذا مستقل طبعا صورة الفا والقاف منفردتين هنا منفردتين القاف العنق ثم يعني نزول أكثر ثم جسم النون ثم استقرار على السطر كذلك القاف هنا بدون النقط المتصلة فوق يعني هذا الشكل وذاك شكل آخر وهنا بإمكانك أن ترسم وتحبر كما عرفت سابقا وكنا قد رسمنا وحبرنا ذلك أيضا هنا صورة الفا والقاف متصلتين الرأس ورأس المطموس كرأس الواو ويضا هنا الوصلة التي حرف الذي بعده ويضا هنا لاحظ بداية الرأس الحرف ثم الجسم وكذلك هنا مع الياء ثم مع حرف الذي بعده وطريقة الكتابة يعني متطرفة كرأسها هنا كالمتوسطة هنا أيضا بالأرقام بإمكانك أن تحاول الكتابة أو أن تحبر هنا بذلك هنا أيضا هنا في أول الكلام وهنا القاف مع الحرف الذي بعده والطا هنا يتصل به حرف قبله يتصل به حرف قبله هنا في نهاية الكلمة في نهاية الكلمة كيف أنه يكتبه طريقة صورتين الفا والقاف منفردتيني ومتصلتيني منفردتيني ومتصلتيني بخط الرقعة كنا قد عرفنا ذلك وكنا قد كتبت ذلك أيضا من ضمن الدروس التي تكلمنا عنها في هذه الوحدة هو الصمف اللغوي الصمف اللغوي والأسماء الخمسة الأسماء الخمسة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكان كذلك الدخول ومشاهدة الدرس الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو وذو وفو أبو وأخو وحمو وذو وفو ترفع وعلامة رفعها الواو وتنصب وعلامة نصبها الألف وتجر وعلامة جرها لها كما عرفت إذن أقول هنا هذا أبوك ورأيت أباك وسلمت على أبيك ترفع وعلامة رفعها الواو وتقول هذا أبوك هذا أخوك حضر أبوك كلها مرفوعة وتنصب وعلامة نصبها الألف أقول رأيت أباك رأيت أباك ورأيت أخاك تجر وعلامة جرها لها أقول سلمت على أبيك أو سلمت على أخيك هنا علامة الجر لها إذن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بلها أبو وأبا وأبي جميل هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس أو في هذه الوحدة في إثراء الثالث حديثنا في السماء الخمسة تحدثنا عن أهم الدروس التي وردت في هذه الوحدة وحاولنا بقدر الإمكان أن نعرج عليها أو أن نمر عليها مرورا حتى تستطيع مراجعة هذه الدروس ومعرفة أغلب هذه الدروس هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين